السلام عليكم ماكرون مصاب بكورونا ويدخل الحجر الصحي لو تكون مشاركا في القناة الشاركة وإذا كنت من المشاركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو أعلن قصر الإليزيه الخميس عن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد فيما جاءت نتيجة فحص رئيس الوزراء جان كاستس سيلبيا وقال الرئيس الفرنسي في بيان مقتطب إن نتيجة فحص ماكرون الخميس ظهرت إيجابية وسيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ولم يوضح البيان طبيعة الأعراض التي ظهرت عليه لكنه أكد أنه سيواصل مهمه عن بول وفي سياق المتصل وضع رئيس الوزراء الإسباني نفسه في العزل حتى 24 كانون الأول ديسمبر على خلفية لقائه الرئيس الفرنسي الاثنين وقال قصر مونكلو في بيان إن رئيس الوزراء سيخضع بدون تأخير لفحص معرفة وضعه كما أنه سيلتزم بحجر صحي حتى 24 كانون الأول ديسمبر عندما سيكون قد قضى عشرة أيام على لقائه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في الأخير إذا كنت من المهتم بعد نوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد وشكرا